اشتركوا في القناة اشجع رجل في روسيا شاب صغير استطاع ان يوقف تقدم كتيبة اوكرانية ويقرم من وزير الدفاع الوزير سرق شويغو وزي منتوا شايفين يقرمه والولد شبه الرئيس بوتين وهو صغير كان جسمه زي نفس الشبه ده واتوقع ان يكون بوتين الصغير فروسيا ولادة رجال شجعان زي منتوا شايفين يتقلد او سما ويتقلد تكريم من روسيا ويتقلد تكريم من وزير الدفاع سرقي شويغو اه زي منتوا شايفين هذا تكريم لجي او جندي هنسكر اسمه اه تحت الفيديو اه ايضا معنا اه لحظة انفجار اه قمر صناعي تابع ليلون ماسك ومن الذي فكر هذا القمر اه روسيا كانت بتهدد ليلون ماسك قبل كده بتفجير الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات وزي منتوا شايفين تفجير قمر صناعي الغريبة ان تم تصوير القمر الصناعي اسناء تفجيره يعني اه هذا هو اه بنعرض عليكم الاخبار كما هي طيب ناخذ اخبار اوكرانيا وروسيا على الارض والمدفعية الروسية تضرب نحو مية وثلاثين هدفا للمسلحين على محور اكراسنو لمانسكي اكراسنو لمانسكي اه واصابت مدفعية مجموعة من المراكز اكثر من مية وثلاثين هدف للقوات الاوكرانية على اه محور اكراسنو لمانسكي اه ذكر المركز الصحفي لمجموعة اه الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 المحمول ومجموعة الهجوم التابع للواء الهجوم خمسة كان بدأ الاوكرانيون خسائل في القوى العاملة والمعدات اه والضربات الجوية والقصف المدفعي حسب ما افادت اه وكالات الانباء الروسية لاحظوا ان احنا بنذكر وكالات الانباء الروسية لكم على قبر محدش التلم عنه نهائي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات اسيوبية اه في ناس بتقول لكم مصدر قبر اهجب لكم تقريره عن مصدر قبر والصحيفة السودانية التي تكلمت عن القبر هسكت ثواني وتسمعوا مصدر القبر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات اسيوبية في الفشقة الصغرى اه السوداني الان حابيت اجيب لكم مصدر القبر قبل ما اقول التفاصيل وقبل ما اقول اي حاجة مصدر القبر صحيفة السوداني اه صحيفة السوداني والتاريخ اليوم اه زي ما انتوا شايفين طيب دي صحيفة السوداني من اربعتاشر من تمنتاشر ساعة بالضبط يعني اشتباكات الان بين الجيش السوداني والمليشيات الاسيوبية استغلت اه يعني انشغال السودان بحروب الدعم السريع مع القوات السودانية الجيش السوداني واسيوبية بتدعم الدعم السريع اه والمقابل الفشقة انا قلت لكم لو استمرت اه زي الايام اه يعني استمرت الحرب ايام اه كثيرة ستضيع الفشقة قوات السيوبية يقول لك نفذت غزوا وهجوما على الفشقة الصغرى امس معززة بالدبابات والعربات المصفحة وحشود كبيرة من المشاة وعلى الفور تعاملت معها وحدات القوات المسلحة بمنظوميتها طبعا جبنا لكم المصدر عشان ما حدش يقول فين المصدر وآآ طبعا ما تعرفين ان ان ازيوبية قبل كده استغلت الحرب الاهلية في السودان بين الجنوب والشمال واخذت الفشقة دلوقتي بتستغل الحرب بين الدعم السريع والجيش السوداني القوات الانسيوبية هي قوات الامهرة وتتكاول من مليشيات فانو وقوات القاصة وعصبات الشفقة وقدام المحاربين من الجنود والضباط الامهرة وهدف تلك القوات كان استعادة الفشقة الصغرى جنوب القلبات وجنوب بسندة إلى حظيرة الدندار بقصد استعادتها واستغلالها في الزراعة باستغلال الأوضاع السودانية التي تشهد انشغال القوات المسلحة في معالج كسر العظم بين الدعم السريع والقوات المسلحة. يبقى فيه اشتباكات دارت وطبعا ولما كانوا الجنود المصريين في مناورات في السودان تم استعادة الفشق. هنتم تفكركم منذكركم. وكانت يعني اه لو ردت الاسيوبيا في وقتها كانت يعني اكتاحت القوات اسيوبيا إلى العاصمة اديسة بابا. اه طبعا كل واحد بيستغل الظروف وآه يعني طيب كيف وضعت روسيا خطة احمر لحلف الناتو. استولنبرج اه رئيس اه حلف الناتو وصل الى كييف وطلب منه اه زيلينيسكي ان تكون اوكرانيا تنضم الى حلف الناتو وتقديم المزيد من الاسلحة. وهنا خلال لقاءه بالامين العام لحلف الناتو ينس استولنبرج قال الرئيس الاوكراني قمة الناتو اه يمكن ان تصبح تاريخية اذا ضمت اوكرانيا. واشار من من المهم ان تتلقى اوكرانيا الدعوة المناسبة للانضمام الى هذه المنظمة. وصر ان الوقت قد حان. اه من جاته اه يعني استولنبرج اه اكد على دعم المنظمة لطموحات كييف. وقال لك انه اه لم نتطرق الى هذا ولكن المهم ان انتصره على روسيا. وده في المش مش زي ما بيقوله. اه وقال في مؤتمر صحف في كييف مستقبل اوكرانيا وداخل العائلة الاوروبية الاوطلسية. ومستقبل اوكرانيا في الناتو. وجميع الحلفاء متفقون على ذلك. بس بعد ما تخلص الحرب يعني. وكلها وعود برقة. كما اوضح ان مسألة الانضمام ستطرح خلال قمة بيلينيوس التي اه يشارك فيها الرئيس الاوكراني. اه لكن موسكو علقت على اه هذا صدرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف بان انضمام اوكرانيا الناتو سيشكل خطرا كبيرا على روسيا. منع اوكرانيا من المشاركة في حلف شمال اطلسي لا يزال احد هدف روسيا. بالطبع لانه بخلاف ذلك سيشكل خطرا جسيما على بلدنا. وقال ان دخول كييف في المنظمة قد يسبب التصعيد في النزاع لان روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا احمر. بسكوف بيقولها خطا احمر. يبقى كيف وضعت روسيا خطا احمر جديد. وانتعرفين من اللي كان بيوضع الخطوط الحمراء في اه تركيا. اه ووصل الامين العام لحلف الناتو الى كييف. وطبعا كان فيه محادسات. امريكا طلبت من السودان اجلال رعيها ومقتل امريكي في السودان. ويقال ان امريكا اه في اتصالات وزير الدفاع مع البرهان. والبرهان اليوم صرح وقال لك انا في مركز القيادة. وفي غرفة التحكم. ولن اخرج من غرفة التحكم الا جسة. اه كل يوم اه الدعم السريع بيزداد قوة. لان فيه ناس بتدعمه من هنا ومن هنا. وفيه ناس من مصلحتها ان يزداد الوضع اشتعالا فيها السودان وتصبح دولة فاشلة. وطبعا انتعرفين اه لماذا هذا? لاخذ الفشقة ولضعاف مصر ولا جعل هذه المنطقة تعجب الارهاب وكده. وما يكونش فيه جيش يحمي البلد السودان الشقيق. وهذا لا نتمنى. نتمنى للسودان كل الخير. لان لو حدث قلاق في السودان سيأتوا اه لاجئين الى مصر. ومصر طبعا انا مش هتسيبهم. ومصر اه يعني عندها خمسة وعشرين مليون اه لاجئ عربي او مقيم عربي من الدول العربية. من سوريا والعراق وليبيا واماكن متفرقة من الدول العربية. ومصر تلاحب بالجميع. اه ازا يعني مش عادلين نطول عليكم وعادلين ننهي الفيديو. هذه اخبار اوكرانيا وروسيا. وروسيا اه يقال انه اوكرانيا بتلاهز لاجوم كبير جدا. وروسيا تنتظر هذا الاجوم. وانه هذا الاجوم سيكون النهائي. وقبل كده صرحت امريكا التي لهم احنا ما عندناشي اه شيك عربيات. اذا لم تنتصر اسف. اذا لم تنتصر اوكرانيا. اه ستوقف امريكا امداد اوكرانيا بالسلاح. وبالطبع كمان زيل النسكي بيهدد الغرب وحلف الناتو. انهم اذا لم يمدوا بالسلاح سيوقف على القتال. ويعلن عزيمة اوكرانيا نكاية في حلف الناتو والولايات المتحدة. وطبعا هذه اخبار اه من قناة فليش نيوز. اهلا بكم. واشتركوا في القناة اللي يصلكم كل جديد. محدثكم زريف الهدية. بتحياتي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر